اشتركوا في القناة We remain concerned by the failure of state institutions to effectively investigate and prosecute alleged human rights abuses and to ensure accountability of officials at all level of responsibility implicated in abuse, torture, or death of civilians during last year's unrest. We are also greatly concerned by the excessive use of force by the police and their increased use of tear gas and birdshot ammunition. أحب أن أؤكد لكم أن لا رجال الأمن ولا الحكومة تمنى استخدام القوى المفرطة التي قد ذكرها بعض الدول الأعضاء الأعزاء. لكن هناك نسبة وتناسب. قوى الأمن تحافظ على الأمن العام في الدولة. وهناك العشرات من المسيرات لا يتم التعرض لها لأنها ذات طابع سلمي. ولكن حينما تخرج المسيرات أو التجمع عن طابعها السلمي بإنتهاء الحقوق العام لبقية الناس فإنهو لابد من رجوع الأمن والحفاظ على هذا الأمن. يتبهون الآن لنقود الحقوق العالمية تمنى الانتخابة العلامية تمنزح الناس كما تمنز La Suisse Elvis is preoccuped by the number high of detained with their right of expression. where its sole harm is to have exercised their right to expression. في أسالك أسام القوى الرائطي للنقود المقضي للحقق بالتالي للحقوق العلمية والحقوق العلمية واللي EXPRESion. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وأن القوانين الوطنية تضع عقوبات صارمة لمن يمارس أو يثبت عليه أنه مارس التعذيب ضد أي شخص وأن القانون الوطني فوق أي اعتبار ولا يوجد أحد فوق المساءلة القانونية ومن اتضح أنه قد مارس التعذيب فإنه سوف يلقى الجزاء المنصوص عليه في القوانين الوطنية اشتركوا في القناة